وفاء لوعد قطعه على أنفسهم وتنفيذا للتوعد انتجاه المجلس العسكري بدأ السودانيون عصيانا مدنيا واسعا دعا إليه تجمع المهنيين المعارض وقوى وتجمعات مهنية أخرى إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وشهدت مدن عديدة في السودان انعداما شبه كامل لحركة المواصلات كما أغلقت محلات تجارية أبوابها وتحولت العاصمة الخرطوم إلى ثكنة عسكرية بعد انتشار واسع للجيش وقوات الدعم السريع والأمن والشرطة في الشوارع الرئيسة حيث عملت تلك القوات على إزالة المتارس التي أقامها المحتجون بالاستعانة بآليات ثقيلة لنقد الحجارة الكبيرة إلى أماكن بعيدة تخوفا من إعادتها مرة أخرى بالمقابل لم يجد المجلس العسكري الانتقالي بدا من الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير رغم إعلانه قبل أيام إلغاء الاتفاقات السابقة مع المعارضة والعمل على تشكيل حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات عامة لكن قوى التغيير بدت مصرة على حزمة الشروط التي قدمتها لرئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي والذي زار الخرطوم للقيام بوساطة لحل الأسمة وتتلخص الشروط باعتراف المجلس العسكري بارتكابه جريمة فضل اعتصام أمام مقر قيادة الجيش وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فضل اعتصام وإتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية بهدفين متضادين ووسائل مختلفة يسير طرفاء الأزمة في السودان باتجاه التصعيد فبينما دخلت المعارضة المدنية مرحلة العصيان المدني ضمن سلسلة إجراءاتها لما تسميه استكمالا لمسار الثورة يحاول المجلس العسكري الرد بحملات اعتقال شملت العديد من الزعامات السياسية بعد أن انفضت طاولة المفاوضات دون نتائج وهما قد يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي ينتظر سودان الثورة ويزيد من المخاطر التي تواجهه لتجاوز المرحلة الراهنة